وقتلوا نحو 45 شخصاً في قصف جوي روسي وسوري على حلب واري في دمشق الأمم المتحدة تقول إن تنصيم الدولة قتل 12 نازحاً من الحويجة شمال العراق واختطف أكثر من 3000 آخرين ولد الشيخ أحمد يعلن أنه سيعلق مشاورات السلام اليمنية يوم غد ألا بكم مشاهدين إلى نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم ونستهلها من سوريا حيث كثفت طائرات روسية والسورية قصفها على مناطق عدة في حلب وهو ما تسبب بمقتل 14 شخصاً جراء قصف جوي روسي على حي المرش جنوبية المدينة ورجحت مصادر محلية ارتفاع عدد القتلى بسبب وجود حالات حرجة بين المصابين كما قتل ستة مدنيين في قصف مماثل على حيي الصالحين والحرابة وأربعة آخرون في مدينة الأتارب غربية حلب يأتي هذا بينما تستمر معارك فك الحصار عن المدينة وخاصة في الجهة الجنوبية منها حيث قصفت المعارضة كلية المدفعية في حي الراموسة أحد أكبر معاقل النظام في المنطقة وذلك ضمن المرحلة الثالثة من عملية فك الحصار عن حلب وتمكنت أمس فصائل جيش الفتح وجبهة فتح الشام من استعادة قرية العامرية وتلة المحروقات جنوب غرب حلب المعارضة السورية تعلن دخولها المرحلة الثالثة من معركة فك الحصار عن حلب وتسيطر على التلة المحروقات وبلدة العامرية والنظام السوري وحلفائه يصعدون قصفهم للمناطق السكنية في المدينة فصائل المعارضة تقترب من ربط مناطق سيطرتها في شرق مدينة حلب وجنوبها الغربي بمطء ولكن بثبات بل أصبحت تستهدف أهم معاقل النظام وهو كلية المدفعية بقصف منسق من اتجاهات عدة وهي تضيق الخناق على كامل المنطقة التي تضم أيضا كلية التسليح والمدرسة الفنية الجوية وبينما تنشر فصائل المعارضة لقطات لتدمير آليات النظام ومواقعه يستمر الإعلام الحربي السوري الرسمي في عرض قصف بالمدفعية لأماكن غير محددة في داخل ومحيط مدينة حلب إلا أن عشوائية واعتباطية القصف المدفعي والغارات الجوية توقع أعدادا كبيرة من الضحايا المدنيين ففي بلدة عويجل في ريف حلب الغربي فتل أربعة مدنيين وأصيب آخرين جراء قصف من الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة أما في أحياء حلب التي تشهد قصفا كثيفا فأحصت وسائل إعلام ومنظمات مستقلة مقتل نحو ثلاثين شخصا مع استمرار الكشف عن المزيد من الضحايا والجثث في أحياء المرجى والصالحية والحرابلة جراء غارات سلاح الطيران الروسي والقصف المدفعي في غضون ذلك أدان الرئيس الأمريكي باراك أوباما ما وصفها بوحشية النظام السوري تجاه المدنيين العزل وقال إن حصار حلب يذكر بالقرون الوسطى مستنكرا منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأسر المنكوبة إن النظام وحلفائه مستمرون في خرق وقف الأعمال العدائية بما في ذلك مهاجمة المدنيين وفرض حصارات من نمط القرون الوسطى على مدن مثل حلب مانعين وصول الطعام إلى أسر تعاني من الجوع إنه أمر مستنكر وبشاعة النظام السوري وصلت مرحلة أكسبته إدانة العالم وضلع روسيا في هذه الأفعال خلال الأسابيع الماضية يفرض أسئلة ملحة على التزامها بوقف وصول الوضع إلى الهاوية ونبقى في سوريا حيث لقي خمسة مدنيين من عائلة واحدة مصرعهم جراء سقوط صواريخ فراغية أطلقتها طائرات روسية على بلدة مديرا في ريف دمشق كما أدى القصف إلى إصابة العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال هذا وتعرضت مدينة عربين في الغوطة الشرقية لقصف عنيف أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح شمل القصف عدة بلدات بينها كفر بطنة وجسرين وقالت مصادر محلية إن القصف الروسي على المنطقة تسبب بخروج مستشفى منطقة المرج عن الخدمة جراء سهدافه بشكل مباشر في العراق قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مقاتلي ما يعرف بالدولة الإسلامية قتلوا 12 شخصا وخطفوا أكثر من 3000 آخرين حاولوا الفرار من قراهم في منطقة الحويجة إلى مدينة كاركوك ويأتي هذا بعد إعلانا سابق للمرصد العراقي لحقوق الإنسان أكد فيه اختطاف نحو 2000 نازحا في المنطقة ينضم إلينا من بغداد سيد مصطفى سعدون رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان سيد سعدون هل حدد عدد المخطفين من قبل تنظيم الدولة الإسلامية وعدد أولئك الذين أعدموا كذلك؟ نعم يوم أمس عندما صدر المرصد العراقي لحقوق الإنسان تقريره الذي أكد فيه أن هناك 1900 مختطف أشار في ذات الوقت إلى وجود أرقام أخرى لم نتأكد منها لكنها في الحقيقة وصلت اليوم إلى 3000 شخص هؤلاء احتجزهم تنظيم داعش في ناحية الملتقة في قضاء الحويجة تابع لمحافظة كاركوك كانوا ينون الهرب إلى مناطق لا تشهد نزاع مناطق لا يسيطر عليها تنظيم داعش لكن عناصر التنظيم ونقاط التفتيش التي نشرها في قضاء الحويجة أمسكت بهم أعدم التنظيم ما يقارب 23 شخص تقريبا يوم وأمس ستة منهم أحرقوا بالإضافة إلى ذلك فالتنظيم اليوم الجمعة قام باحتجاز شخص شاب من كل عائلة بسجن واحد يعني كلهم جمعهم بوجود سجن واحد حتى لا يسمح لعوائلهم بالفرار أو الهرب بعض العوائل أيضا أعادها من ناحية الملتقة في قضاء الحويجة إلى مركز القضاء لكن مقابل ذلك قام اليوم أيضا بإعدام أو قبل ساعات تقريبا بإعدام ثمانية أشخاص هؤلاء اتهمهم بالتحريض على محاولة أو مساعدة الناس بالهرب من المنطقة التي يسيطر عليها وضع هؤلاء جدا صعب وربما يستخدموا التنظيم في الساعات المقبلة دروعا بشرية أو لصد الهجمات التي تشن من القوات الحكومية العراقية وقوات المساندة لها وكذلك ربما ستكون هناك حالات إعدام أيضا ما لم يكون هناك إسراع لتحرير القضاء وإنقاذ هؤلاء بالأسف موقف الحكومة العراقية موقف مخجل موقف لا ينم عن مسؤولية حقيقية تجاه الإنسان والمواطن لأنها لم تصدر أي موقف أو لم تقم بأي تحرك يساعد هؤلاء على التخلص من قبضة تنظيم داعش نعم سيد سعدون هل جميع هؤلاء المخطوفين هم من المدنيين وما هي السبل الآن للإفراج عنهم يعني هل يجب الدخول في مفاوضات مع تنظيم الدولة الإسلامية أو حتى المقايدة معه يعني هذه إجراءات تختص بها السلطات التنفيذية العراقية لكن بالمحصلة أي طريقة يمكن لها أن تنقذ سلامة أولو إنسان واحد بالتالي والإنسان والغاية الأسماء من كل شيء إن كانت أي طريقة لإنقاذ هؤلاء فنحن نرحب بها وندعي الحكومة ونطالبها بتلك الإجراءات بالإضافة لذلك نسيت أن أذكر قبل ساعة من الآن دفع التنظيم بعض العوائل بالمشي في مناطق زرعت فيها الغام يعني هو قال لهم أخرجوا من قضاء الحويجة باتجاه مدينة كاركوك لكن دفعهم خيارهم على طريق واحد هذا الطريق بالقرب من ناحية الرياض القريبة من مدينة كاركوك بالتالي انفجرت الغام أرضية عليهم البعض منهم حاول الهرب والوصول إلى سواتر القوات المنية العراقية والبعض جريحة والبعض قتلة ولم يتمكن من الفرار وبقية في مكانه شكرا جزيلا لك سيد مصطفى سعدون رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان في تونس تتواصل المشاورات بشأن تركيبة الحكومة الجديدة لليوم الثاني على التوالي فقد استقبل رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد ممثلين عن الأحزاب وعدة من الشخصيات السياسية وقال الشاهد في تصريح صحفي إن المشاورات لم تتطرق بعد إلى الأسماء المرشحة للحقائب الوزرية بل تركزت على تركيبة الحكومة والأطراف المشاركة فيها وأفد المصادر شاركت في المشاورات بأن الشاهد طلب من الأحزاب تقديم تصوراتها لتركيبة الحكومة القادمة نجات أخرى قال حسين العباسي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر تنظيم نقابي في البلاد إنه لن يمنح الحكومة الجديدة صقا على بياض وإنه سيراقب مدى التزامها بأولويات العمل الواردة في وثيقة قرطاج ينضم إلينا من تونس مدير مكتبنا هناك على الدين زعتور على الدين من هي الأطراف التي تشارك في هذه المشاورات وهل حسمت الأطراف المعارضة لاختيار الشاهد موقفها بعدم المشاركة فيها نعم ندين يوسف الشاهد يحاول الالتقاء بالجميع كما يقول خلال 48 ساعة الماضية التقى بممثلين عن أحزاب الأتلاف الحاكم الأربعة وأيضا عن ممثلين عن بقية الأحزاب التي وقعت على ما يسمى بوثيقة قرطاج هنا ومنها أحزاب معارضة حتى منها تلك الأحزاب التي قالت أنها لن تشارك في حكومة يوسف الشاهد وأنها ترفض تعينه أيضا يوسف الشاهد التقى خلال اليومين الماضيين بزعماء المنظمات النقابية ومنظمة أرباب الأعمال أيضا اليوم التقى بنقيب الصحفيين وبرئيس هيئة مكافحة الفساد إذن رجل يحاول الاستماع للجميع في الحقيقة خلال الساعات الأولى من المشاورات قبل أن يحسم موقفه بخصوص تركيبة الحكومة والأطراف المشاركة فيها إلى حد الآن يبدو أن خمس أحزاب ستكون ممثلة في الحكومة القادمة وهي حزب ذاتونس طبعا الحزب الفائز في الانتخابات حركة النهضة أفاق تونس والاتحاد الوطني الحر هذه الأحزاب الأربعة تمثل اتلاف الحاكم السابق إضافة إلى ذلك هناك حزب المبادرة الذي يترأسه كمال مرجان وزير الخارجي الأسبق في عهد نظام بن علي يبدو أنه سيدخل الحكومة القادمة إلى خارج هذه الأحزاب لا توجد إلى حد الآن نواية أو بعد تصريحات من أحزاب أخرى تفيد بمشاركتها في الحكومة النقاشات الآن تدور حول هيكلة الحكومة هناك توجه إلى أن تكون الحكومة القادمة تتمثل في أو يتم توزيع الحقائب الحكومية فيها على مجموعة من الأقطاب التي تشمل عدة وزارات كل قطب يعني هناك حديث عن تقسيمها إلى ثلاث أقطاب كبرى قطب أمني يشمل وزارات الأمن والدفاع أي الداخلية والدفاع قطب اقتصادي يشمل الوزارات المالية والوزارات الاقتصادية الأخرى وقطب اجتماعي يضم الوزارات المتعلقة بتسير الشأن الاجتماعي ووزارة شؤون الاجتماعية ولكن إلى حد الآن لا يوجد اتفاق نهائي بخصوص الهيكلة هناك حديث عن إعادة خطة كتاب الدولة بعد حفها في حكومة الحبيب الصيد وهناك حديث على أن الحكومة الحالية ستضم أكثر من عشرين حقيبة وزارية إلى حد الآن نعم وفي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها تونس ما المطلوب من الشاهد لإثبات أنه الرجل المناسب في المكان المناسب الشاهد منذ خطاب بعد تكليفه مباشرة في خطابه للشعب التونسي أكد على مجموعة من الأولويات وأكد على نقطة أساسية يجمع عليها جزء كبير من الطيف السياسي في تونس وخاصة للأحزاب الموقعة على وثيقة هو الالتزام بما جاء في وثيقة قرطاج من أولويات ومن خطوات عملية وثيقة قرطاج طبعا تشمل عدة نقاط وكأنها برنامج مصغر للحكومة القادمة يوسف الشاهد ملتزم حسب قوله وحسب تأكيد من الأحزاب الحاكمة بهذه الوثيقة والأحزاب الحاكمة تقول هنا في تونس بأن التزام يوسف الشاهد بما جاء في هذه الوثيقة يعطيه ضمانة للنجاح ولكن هناك رأي آخر تمثله أحزاب المعارضة ومنها أحزاب الجبهة الشعبية المعارضة مثلا إذ تقول أن هذه الوثيقة لا تضمن نجاح حكومة يوسف الشاهد التي تمثل امتدادا لفشل الحكومة السابقة خاصة وأن هناك مواصلة واستمرارية في البرنامج الاقتصادي وخاصة نية حكومة يوسف الشاهد والأحزاب المرافقة لها القيام بإصلاحات اقتصادية موجعة كما يقال هنا في تونس ولعل أكبر دليل على ذلك هو توجه يوسف الشاهد على تعيين مسؤول سامي ومسؤول كبير شغل منصبا كبيرا في البنك الدولي سابقا على رأس وزارة المالية الجديدة أشكرك على الدين زعتور مدير مكتبنا في تونس قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إنه سيعلق مفاوضات السلام بين وفد الحوثي وصالح ووفد الحكومة اليمنية يوم غد على أن تستأنف في وقت لاحق لم يحدده والتقى ولد الشيخ أمس في مقر الأمم المتحدة في الكويت وفد الحكومة اليمنية لمناقشة آلية رفع المشاورات بعد رفض وفد الحوثيين وصالح مشروع الاتفاق الأخير الذي اقترحته الأمم المتحدة ومطالبته باتفاق شامل يتضمن الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد قليل شرق السودان منكوب بفيضانات هي الأكثر قوة منذ مئة عام وصف وزير الخارجية التركية مولود شاوش أغلو النمسا بعاصمة العنصرية المتطرفة في معرض رده على تصريحات المستشار النمسوي كريستيان كيرن الذي دعا إلى وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي على المستشار النمسوي إلقاء نظر على بلده أولا فالعنصرية هي واحدة من التوجهات المعادية لقيم حقوق الإنسان واليوم النمسا عاصمة للعنصرية المتطرفة شاهدتم تصريحاً بالمستشار النمسوي إنه يستخدم لغة قبيحة ونحن جميعاً نرفضها قالوا لا بد من إيقاف المفاوضات النمسا هي دائماً جزء من مشروع وهم الاتحاد الأوروبي يطبقون مشاريعهم في النمسا أولاً أعلن وزير الصناعة التركي فاروق أوزلو أن حكومته طردت 167 من العاملين في هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية في إطار تطهير مؤسسات الدولة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة شهر الماضي وتعرض أكثر من 60 ألف شخص عاملين في سلك الجيش والقضاء والقطاع العام والتعليم تعرضوا للاعتقال أو الإقاف عن العمل أو التحقيق بسبب شكوك حول علاقاتهم بالمعارض فتحالاً جولن المقيم في الولايات المتحدة ونقل مراسلنا عن وسائل أعلام تركية صدور قرار بتوقيف 31 محامياً بتهمة الانتماء إلى جماعة جولن بينما فر ستة منهم دافعوا في السابق عن زعيم الجماعة في المحاكم التركية لقي 76 شخصاً مصرعهم وأصيب العشرات جراء أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وسيول طالت 13 ولاية في السودان ونقلت وسائل أعلام محلية عن مسؤولين في الدفاع المدني قولهم إن آلاف المنازل انهارت وتضررت جراء الفيضانات والسيول التي بلغت شدتها مستويات لم تشهد البلاد منذ أكثر من مائة عام وكانت فيضانات مماثلة قد ضربت البلاد عام 2013 وتسببت بمصرع أكثر من 70 شخصاً وألحقت آنذاك أضراراً كبيرة في مناطق عدة في العاصمة الخرطوم نجى مفتي مصر السابق علي جمعة من محاولة اغتيال بالرصاص لدى توجه لإلقاء خطبة الجمعة في مجد الحصري في مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيسة وأفدت مصادر أمنية بأن جمعة لم يتعرض لأي أثى بينما أصيب حارسه الشخصي بجروح طفيفة ووضحت المصادر أن رجلين أطلقان الرصاص باتجاه جمعة ولا ذا بعدها بالفرار يواصل مئات الأسرى الفلسطينيين إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على سياسة إدارة سجون الاحتلال في التعامل معهم ويشارك 350 أسيراً من حركة حماس في الإضراب عن الطعام بينما يواصل عشرات الأسرى الآخرون إضرابهم احتجاجاً على اعتقالهم الإدارية قد حذر مركز أسرى فلسطين للدراسات مما وصفه بكارثة تنظر بها الأوضاع في سجون الاحتلال داعياً السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلى توسيع دائرة التضامن مع الأسرى تشهد أسواق العاصمة العراقية حالة ركود تجاري بعد سلسلة من التفجيرات التي استهدفت أسواقاً في بغداد خلال الأسبوع الأربعة الماضية وهو ما تسبب بتراجع حركة البيع والشراء بشكل ملحوظ هذه حال سوق الكرادة الذي لم يعد سكان بغداد يرغبون بالقدوم إليه للتبضع خشية تكرار سيناريو التفجير الدامي الذي أوقع مئات القتلى قبل ثلاثة أسابيع تتمر هذه الظروف طبعاً ستأثر على السوق على الاستيراد وعلى التصدير وعلى كل شيء والرؤوس الأموال تحجب رؤوس أموالها عن السوق خوفاً عليها معروفة هذه رؤوس الأموال رأس المال جبان بالظروف الصعبة حالة الكساد باتت ظاهرة تعم كل أسواق العاصمة جراء تراجع الأمن وتكرار مسلسل التفجيرات في الأسواق هذه الظاهرة باتت مصدر شكوى لأصحاب المحل التجارية الذين لم يعد بإمكان الكثيرين منهم تحمل كلفة الإيجار الشهري السوق ضعيف يعني وأكفت كساد بالسوق يعني بلا لاحظة وكل واحد يلاحظه يعني نتيجها الظروف الموجودة يمكن بالبلد الوضع العام يعني أعتقد كل واحد هي سلسلة يعني من دخلي يقل أكيد ما لا حاصره فيها كما تراجعت تداولات بيع وشراء العقارات والسيارات جراء تراجع الإقبال عليها كل ذلك بسبب الوضع الأمني المضطرب الاضطراب الأمني وحالة التقشف التي تعصف بالاقتصاد العراقي جراء تراجع أسعار النفط تسببها بحالة الكساد التي تلف التعاملات التجارية في العراق بمختلف مجالاتها طارق ماهر التلفزيون العربي بغداد تحت عنوان الدراما في سياق تعليمي بدأت في الأردن فعاليات المدرسة الصيفية بمشاركة العديد من المدرسات والمدرسين القادمين من دول عربية عدة وتناصم هذه الفعاليات مؤسسة عبد الحسن القطان بهدف إثارة خطاب تربوي وتعليمي يهدف لثقل تكوين المدرسين المهني بعيدا عن صخب المدينة وصلت مجموعة من المعلمين إلى جبال محافظة جرش الأثرية لاكتساب مهارات جديدة في عملية التعليم التي بقيت تلقين حجر الزاوية فيها وتعتمد الطريقة الجديدة مبدأ المشاركة والتفاعلية باعتبارها تسهم في تطوير شخصية الطالب وبلورتها وتزج بها في دوائر الواقع من خلال دفعها لتجسيد مواقف معينة بطريقة درامية هذا عمل تشاركي ليس عمل تلقيني كل ما نقوم بعمله هو عمل مبني على معرفة المعلمين وعلى معرفتنا تختلط المعرفتان معان نبني تجربة جديدة عبر المشاركة وهذه المشاركة يمكن لها أن تتيح للجميع أن يخلق تجربة جديدة مختلفة نوعية يحتاجها التعليم تعتمد فكرة المدرسة الصيفية على توظيف أنشطة درامية وفعاليات تعليمية يمكنها أن تمكن الطلب من الوصول السلس للقيم والمعلومات والمهارات الحياتية بطريقة بسيطة ومفيدة بعيدا عن التلقين والاعتماد على الذاكرة الطريقة الجديدة تراهن على تحفيز الاستكشاف والتخيل الإبداعي لتحقيق نتائج أفضل في العملية التعليمية يعني إذا الخلل من المصنع نقدر نتعامل مع الموضوع بس لحد الآن مش واضح أنه الخلل من المصنع لازم أكون وسيلة لأنه أحفهم على التفكير هذا أهم من أوصل المعلومات وهذا بتوقع أنه شيء كتير مهم في العملية التعليمية أنهم يفكروا مش بس يتلقنوا ويتلقوا بالرغم من الصعوبات المختلفة التي يواجهها المعلمون في مهنتهم إلا أنهم يتفقون بأن مواكبة العملية التعليمية تحتاج إلى مهارات مبتكرة جديدة وقد يكون زج الدراما فيها أحد الحلول الناجعة يحل المعلمون في هذه القاعات مكان الطلاب ويتزودون بمهارات جديدة لتوصيل المعلومة عن طريق توظيف الدراما في التعليم بعيدا عن التلقيه شرح بيل أبو سويلم التلفزيون العربي من محافظة جرش شمال عمان بهذا نصل مشاهدين إلى ختم هذه النشرة زوروا موقعنا على الانترنت العربي دو تي بي كما بإمكانكم إبداء الأراء والمقترحات على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة